أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية أن الدولة أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن وقال الرئيس السيسي أن فكرة إنشاء المركز تعتمد على الموقع الجيد لمصر وأشدد الرئيس السيسي على ضرورة الاستفادة من هذا الموقع على ضوء أن 90% من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم تمر بمصر بوصفها محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم تعقد مجموعة السلام العربي اليوم اجتماع الهيئة العامة برعاية الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت بمقر الجامعة بالقاهرة وكان أبو الغيت قد أكد في وقت سابق على الخطورة التي تمر بها المنطقة العربية والإقليم ككل مشيرا إلى أن المنطقة تعيش في دوامة أزمات ممتدة منذ 2011 وما زالت تبعاتها مستمرة على الأمن والاقتصاد والوضع الإقليمي ودع أبو الغيت إلى تشكيل رؤية عربية شاملة وإستراتيجية متكاملة لمواجهة التحديات نقلت وكالة رويترز عن قيادي بحركة حماس قولوا أن وفدا من الحركة سيزور القاهرة اليوم لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة الذي عرضه الوسطاء وكذلك رد إسرائيل وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت بأن الأغلبية في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تؤجد مقترحا جديدا لمصر وتم نقلوا لحماس بهدف التواصل إلى اتفاق لتبادل الأسرة والمحتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة استمرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في عدد من الجامعات الأمريكية وفي جامعة هيئلة دعا الطلاب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الإثثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع جيش الاحتلال وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وردا على الاحتجاجات تواصلت حملات القمع والاعتقالات من جانب الشرطة فيما تعاهد الطلاب بمواصلة أعتصامهم في الخيام لحين تلبية مطالبهم قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو أن الأسلحة النووية الفرنسية يجب أن تكون جزءا من النقاش الدفاعي الأوروبية وأكد ماكرون أنه من أجل الحصول على ألية دفاع أوروبي موثوق بها يجب تجاوز أليات الحماية التي يوفر واحد في شمال الأطلسي النيتو بالفعل أقر رئيس الأركان الأوكراني أليكساندر سيرسكي بأن الوضع على الجبهة تدهور مع تحقيق القوات الروسية نجاحات تكتيكية في مناطق عدة وأوضح أن روسيا تهاجم على طول خط المواجهة وتحقق تفوقا كبيرا من حيث قوات والقدرات مشيلا إلى أن منطقة كوباناسك شمال شرق أوكرانيا هي من بين المناطق التي يشتد فيها القتال ترجمة نانسي قنقر